بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم عن المائز ما بين المخلصين والصديقين من الشيعة في الحاضنة الحسينية وذكرت لكم من أن المائزة هو الفارق في قوائم أولوياتهم في ترتيبها وتنسيقها وتنظيمها لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم ومرد ذلك إلى عقيدتهم فالعقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه ما يبنى من مختلف شؤون حياتنا الدينية والدنيوية مثلما حدثتكم عن تعريف الحاضنة الحسينية وحدودها وقطانها فإني سأحدثكم في هذه الحلقة وبنحو إجمالي عن مضمون عقيدتها الحسينية قطعاً تفاصيل العقيدة السليمة قد بيّنته لكم في مجموعة حلقات اعرف إمامك من نفس هذا البرنامج من برنامج الخاتمة هذه الحلقات تبدأ من الحلقة 102 من برنامج الخاتمة إلى الحلقة 167 66 حلقة فصلت القول فيها فيما يرتبط بخارطة العقيدة السليمة وأقولها لكم ما بيّن في تلك الحلقات لن تجدوا له مماثلاً لا في المكتبة الشعية المقرؤة ولا في المكتبة الشعية المرئية والمسموعة عودوا إليها وافحصوها بأنفسكم وتأكدوا من أهمية ما طرح فيها من مضامين العقيدة السليمة بحسب قرآنهم صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم وبحسب حديثهم المفهم بحسب قواعد تفهيمهم في حلقتنا هذه سأضع بين أيديكم صورة مجملة عن العقيدة الحسينية في الحاضنة الحسينية ومن هنا أبدأ من نص مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنها الزيارة المختصرة التي تقرأ في النصف من شعبان أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هناك زيارة طويلة بعض الشيء وهناك زيارة مختصرة موجزة الزيارتان تقرآن في النصف من شعبان حينما نزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه فهأني أقرأ عليكم من زيارة الموجزة المختصرة وهي مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نخاطب الحسين في هذه الزيارة الشريفة وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا هذا هو المضمون الإجمالي الموجز المختصر للعقيدة الحسينية في الحاضنة الحسينية هذا هو خطابنا لسيد الشهداء وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا لا يهلك أبدا الحاضنة الحسينية التي هي وعاء معنوي حسيني لاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة روحها هذه العقيدة يتشبع القاطنون فيها من المخلصين ومن الصديقين بهذه المضامين قطعا كل بحسبه المراتب والأصناف والأوصاف التي حدثتكم عنها بشأن قاطني الحاضنة الحسينية طر هم مشبعون بهذه العقيدة الواضحة وهذه العقيدة الواضحة لن يأخذوها إلا عبر توفيق إمام زمانهم قرأوها في أحاديث العترة قرأوها في زياراتهم في أدعيتهم تعلموها من قرآنهم المفسري بتفسيرهم أخذوها أخذوها من رواة أحاديثهم الذين يحسنون الرواية ويطقنون الدراية كل هذا مقدمات الدين في حقيقته يأخذ من إمام زماننا فقط وبالتوفيق أما هذه فهي مقدمات أخذنا ديننا من الأحاديث الشريفة بشكل مباشر أخذنا ديننا من قرآنهم المفسري بتفسيرهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير أخذنا ديننا من رواة الأحاديث المرضيين عند العترة الطاهرة من أي جهة من أي بوابة من البوابات التي فتحها لنا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم كل ذلك مقدمات حقيقة العقيدة تأتي بفيض نوري من إمام زماننا هو التوفيق حقيقة العقيدة هكذا تصل إلينا هؤلاء الذين يتوقعون أن يحصل على دينهم من شيعة من أمثالهم أكانوا من الفقهاء أم كانوا من غير الفقهاء هؤلاء خائبون الدين له مصدر واحد هو الحجة بن الحسن المعلومة لها مصادر متعددة الدين شيء وهو العقيدة ومعلومات العقيدة شيء آخر قناة القمر لا تعطيكم دينا تعطيكم معلومات عن عقيدتكم أما دينكم تأخذونه من صحب الزمان صحب الزمان غائب عن أبصارنا أما نحن فلسنا غائبين عن أبصاره صحب الزمان نحن نقصر معه هو قطعا لا يقصر معنا صحب الزمان هو إمامنا نحن مأمومون نحن لسنا أئمة له هو المسؤول عننا فصاحب الزمان إمام نحن مأمومون صاحب الزمان مستحيل أن يقصر معنا نحن الذين نقصر معه ونتفنن بأعجب الفنون في التقصير معه صاحب الزمان هو أصل الدين أما كتب الحديث كتب التفسير المصحف الشريف بتفسيرهم هذه بوابات وأسباب للمعلومات فرقوا 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 بين المعلومات عن الدين وبين الدين بحقيقته وذاته ونفسه وعينه الدين في حقيقته منحصر بفرد واحد هو الحجة بن الحسن هذه هي العقيدة السليمة يا علي يا علي أنت أصل الدين يا قائم أهل محمد أنت أصل الدين فما نتعلمه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم إذا أطلقنا عليه أنه دين فهذا إطلاق مجازي هذه في الحقيقة معلومات عن الدين أما الدين فهو فيض نوري هو توفيق من الحجة بن الحسن هذه المعلومات تكون أسبابا تكون عونا لنا كي نكون موضعا ومحلا لنظر إمام زماننا فهذا الخطاب موجه للحجة بن الحسن قبل أن نوجهه للحسين حتى وإن كنا نقرأ زيارة الحسين وَأَشْهَدُ أَنَّكَ نُورُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يُطْفَأ وَلَا يُطْفَأُ أَبَدًا وَأَنَّكَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَهْلِكُ وَلَا يُهْلَكُ أَبَدًا هذا هو وجه الله الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء فهذا الخطاب وهذا المضمون وهذه الفحوى نوجهها أسهسا لجوهر ديننا لأصل ديننا إنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه معرفة الحسين هي معرفة الحجة بن الحسن ومعرفة الحجة بن الحسن هي هي معرفة الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه هي عقيدتنا الحسينية في حاضنتنا الحسينية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر